دخلنا إلى هذا المكان بعدما سلكنا طرقا وعرة تقدر بثلاثة كيلومتر بالنسبة لبعدها عن الشارع الالتفافي حتى وصلنا إلى واد الجواية واد تكثر فيه المعاناة واد مليء بالقصص المؤلمة بسبب جيش الاحتلال والمستوطنين سنحاول رواية جزء من هذه المعاناة التي يعيشها السكان هنا يجلسون في خيمة متواضعة من الخشب والنايلون يشعلون النار بحثا عن الدفء في شهر يعد الأكثر برودة في فصل الشتاء لكنهم يعلمون جيدا أن هذه الخيمة ستصبح أثرا بعد عين خلال 48 ساعة سبعة اختارات بالهدم لمنازل وآبار وحظائر وخيام سلمتها سلطات الاحتلال لأهل المنطقة بدعوى عدم الترخيص لتضاف إلى 35 إختارا في واد الجواية الذي شهد سابقا هدم أربعة منازل وبئر مياه لذات الحجة نفسها بدهم يهدوها بدهم مش يضلوا هنا الناس بدهم رحلوهم بذيقوا عليهم حتنهم الناس يدشروا الأرض ويروحوا وين بدهم يروحوا ما لهم مش مجال انهدوا وانكتلوا وانطاروا وانهدوا من هالمراح ما في رواح يا بكتلونا يا بيعفوا عنا يا ما فيش في مجال إلها إلا انظل صامدين تقدر مساحة الوادي بستة آلاف دنوم صادر الاحتلال منها قرابة ألفي دنوم لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين فالجواية تقع بين فكي مستوطنتي كرمئيل ومعون في الوقت الذي يتعرض فيه الرعاة لمضايقات يومية بل إن الحيوانات لم تسلم من بطش الاحتلال ومستوطنية يقومون باعتقال الحيوانات والأغنام من هذه المناطق وهي لنا هذه المناطق أراضي فلسطينية حيث يقومون باعتقال الحيوانات واحتجازها ويفرضون على أصحاب غرامات مالية لإطلاق صراح هذه الحيوانات والأغنام ثمانون عائلة تسكن في وادي الجوايا يقدر عددهم بألف نسمة يعتمدون على الثروة الحيوانية والزراعة الأرض بشكل أساسي كمصدر دخل لهم بالرغم من أشكال العقاب المفروضة عليهم رائد الشريف الغد الخليل فلسطين